كما تفقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مصنع شركة داوف لتصنيع منتجات العناية بالفم والأسنان وقام رئيس الوزراء بجولة في المصنع لتفقد مراحل الانتاج المختلفة مصحوبا بشرح حول مراحل عملية الانتاج ويعمل المصنع بطاقة انتاجية 14 مليون قطع سنويا بحجم استثمارات تقدر بنحو 70 مليون جنيها ويستهدف الوصول إلى 50 مليون قطع سنويا ويخطط أيضا لتصدير انتاجه إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والدول العربية والأفريقية